نواصل حل تمنكتب مدرسي متتاليات ومع التمرين خمسة وخمسين أكد إذا كانت المتتالية حسابية أم لا ليست حسابية انتهى التمرين لماذا ليست حسابية لأنها ليست من الشكل عدد في آن زائد عدد هذه من الشكل آن مربع زائد بآن وليست من الشكل التآلفي الشكل التآلفي بما أنها ليست من هذا الشكل فهي ليست حسابية وينتهي التمرين هذه طريقة إذا تمرين خمسة وخمسين نؤكد إن كانت له حسابية أم لا الطريقة الأولى ظاهرية بقراءة شكل الدستور هل هو من الشكل تآلفي؟ لا إذا المتتالية لاتتحسابية وينتهي التمرين حبيت تدير طريقة أخرى هل الفرق بين حدين المتتابعين ثابت ولا يتعلق بمجهو الآن؟ تحسب الفرق بين حدين المتتابعين وتجده هذا الكلام في الحقيقة هنا تفكرت بعد التمرين وكانت يروحها قيلة إذا كانت A N مربع زائد B N زائد C فالفرق هذي يكون مشهور فرق هذي يكون مشهور وعليه متتالية الحسابية طريقة الثالثة كذلك مقبولة نحسب ثلاث حدود متعاقبة نحسب E0 فلا نجد الفرق ثابت أو الوسط الحسابي محقق كذلك لي طريق إذن هنا في الفرق قادر نزيد بصفة عامة لأن الفرق مشهور هذي هنا فرق مشهور تكلمنا عليه في أحد التمرين ما وره ما وره إذن إذا كان F N A N مربع زائد B N زائد C فإن الفرق هو هذا هذا بحقرة نظرية ما عليش انتهى التمرين في الحقيقة انتهى التمرين بسع عندي ملاحظات هكذا زائدة هذا له نظرية نظرية في حقرة عندي بحث بحث ما هو إذا كان E N من الشكل A N زائد B فإن الفرق مشهور إذا كان A N مربع زائد B N زائد C فإن الفرق مشهور في الحقيقة أعطوه درجة ها وره ها وره ها وره الفرق وبين أحدين كيفية لثلاث الحدود إيش باري ها عليدي كنت خمم فيها لسا أرجع لـ 43 بالنسبة لـ 55 تكفيك الطريقة الأولى إن صحيح لـ 55 هم وره لاحق لـ 5 أهم اشتركوا في القناة